موسيقى لغاية التواني الأخيرة أكيد يعني في ظل المستوى اللي قدم الميناء وأيضا فريق الشرطة يعني فريق الميناء على سلة فريق الميناء من أجل وضع نقطتين وهنا ينجاسم لتعود الحيازة لفريق نادي الشرطة عن طريق اللاعب جيستن حاول جيستن هوكنز مرور الميناء أفضل أفضل لحد الآن بالفعل وبالتأكيد لكن لازال عمر يبحث عن التمرير جميلة كانت من ويمي روز اللاعب الأمريكي اللي يضع ثلاثية يحاول أن يرد وبالفعل جيستن هوكنز يرد على ويمي روز روبرت براون أداء أكثر من راعي لهذا اللاعب أداء أكثر من راعي نعم سجل في 18 وقدر نسجل وهذا يصنع الفارق لتلاف نقاط نشاهد هاي فلافية اللي هاي جيستن هوكنز لكن هذه المرة يخطئ قليلا ما يخطئ السلة جيستن هوكنز ونقطتين ونقطتين للشرطة ورمية إضافية نقطتين للشرطة الميناء يطلب الوقت المستقطع 64 قدر يلاعب جيستن لاعب ناري الشرطة اللي يشاهد بلي عادة اللقطات اللي قدر يسجلها يعني يشاهد جامعا هو أنه بالإنسايد قصيرة كانت من جيستن هوكنز من جيستن يحاول ويسجل نقطة 30 لجيستن هوكنز ونازال هناك سهولة عند لعبين شرطة بالمسافات المتوسطة يعني شاهد أنه لاعب طويل قام ما قدر يمنع يعني لاعب مترين تسعة أو ما قدر تعود من جديد لجيستن هوكنز لاحظ الريفاونت الدفاع لفريق الميناء المسجل 28 نقطة وهي نقطة 29 أفضل مسجلين أما أفضل مسجلين نادي الميناء لا زال اللاعب براون روبرت براون بـ 25 نقطة لكن في الفترة الثالثة يعني روبرت براون لاعب الميناء ما ظهر باقي المستوى اللي شاهدنا التبريد القاعة محاولة لفريق الميناء نتمنى يعود للمباراة لتستمر الندية والإثارة هو لاعب مؤثر نعم لاعب منتخب وطني لاعب طويل القامة لكن اليوم ما كان موقف نعم بالدرجة اللي كان يتمنى نعم ستار جمال بالموسم الماضي هو اللي قبله عندما يكون بيومه الميناء يقدم مستويات جيدة وهو كان إلي سبب رئيسي بتأهل الميناء للمباراة النهائية بسلسلة مباراة البلاي اوف في الموسم الماضي نادي الشلطة بالكواتر الثالث بعد أن كان خاسر بفتر تين مع دخول للاعب علاء سليم جيستن هوكنز جيستن يحاول ونقط علي يحاول على السلة علي وضيع على أيضا هذا عند فريق نادي الشلطة بأنه بأنه الفريق هو مسيطر على المباراة وهو مستلم ضغط على نادي الشلطة أعتقد إذا ما قدر أن يقطع كرتين تلافة ويسجل في ست نقاط العودة للمباراة يعني الفارق ليس فارق 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 كبير 14 نقطة لكن مع تلافية جيستن لاعب فريق الشرطة الميناء في الأوقات الأخيرة ممكن يعتمل على الكرات المباشرة جيستن على الرمية الثانية ممكن جيستن هوكنز سيسجل بالفعل ينجح في التجيل جيستن هوكنز علاء سليم جيستن محاولة تبقى الحياز الفريق الشرطة وثلاثية أكثر من رائعة لجيستن هوكنز نجم المباراة 40 نقطة لحد الآن نجم المباراة مع محاولة فريق الشرطة جيستن هوكنز بينه وبينه روبرت براون جيستن سيحاول إيجاد المساحة للتمرير أو الدخول على السلة لجيستن هوكنز يحصل على خطأ والرمية الأولى من الرمية الحرة المحتسبة لفريق الشرطة إذن جيستن يسجل يسجل لفريق غضب المدرب أسعد علاء ومدرب الميناء كان التمرير أفضل والمحاولة تبقى لفريق الشرطة جيستن هوكنز جيستن أعتقد كاتر خالد الأمور حسمت لفريق الشرطة خلاص نعم مع استمرار المستدس الدهبي وهي مباراة الأيام ودخول من جيز لكن نادر الميناء أيضا لديه أوراق جيدة لديه اللاعب علي حاتم إحنا قلنا يرتاح دقائق